بثت وكالة الأنباء الكورية الشمالية اليوم تقريرا يهدد باستخدام بيونج يانج للأسلحة النووية وإغراق اليابان وتحويل الولايات المتحدة إلى رماد وظلام لدعمهما قرار لمجلس الأمن الدولي يفرض عليها مزيدا من العقوبات ودعت لجنة السلام الكورية الشمالية لآسيا والمحيط الهادئ والمعنية بعلاقات بيونج يانج الخارجية ودعايتها دعت إلى حل مجلس الأمن الذي وصفته بأنه أداة للشر تتكون من دول مرتشية تتصرف بأوامر الولايات المتحدة وقالت اللجنة أن جزر الأرخبيل الأربع ينبغي إغراقها في البحر بقنبلة جوشي النووية حيث لم تعد هناك حاجة إلى وجود اليابان بالقرب منا